السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الأربعاء الواحد والعشرين من شهر أبخل الفين وواحد وعشرين أهم أخبار ألمانيا العناوين نتكلم في هذا الفيديو عن الحالات نتكلم عن قرار المحكمة العليا في نيدا زاكسن الذي كان في صالح أختين من دولة سوريا الشقيقة عندهم بصمة في اليونان نتكلم أيضا على مظاهرة قام بها الإخوة العراقيين بطريقة منظمة وبعد أخذ الموافقة مظاهرة قاموا بها أمام هيئة البنف وأخبركم عن الأسباب نتكلم أيضا على تحذير الأطباء بأن المستشفيات ممكن أن تضطر مجددا إلى تأجيل العمليات الجراحية في ألمانيا أصدقائي وفي آخر موضوع نتكلم على مطلب بخؤزيل التي تطلب وقفة رحيل اللاجئين إلى أفغانستان قبل أن نبدأ بالتفاصيل شكرا لكل من يدعم هذه القناة بإعجاب وبمشاركة الفيديو ويكتب دائما تعليق شكرا لكم وبرك الله فيكم وإذا كنتم جدد في القناة ولم تشتركوا بعد اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ومرحبا بكم أصدقاء جدد في هذه القناة سنبدأ الآن بالتفاصيل سجلت في الـ 24 ساعة الأخيرة 24884 حالة وتوفي 331 شخصا عدد الحالات الجديدة لكل 100 ألف نسمة وصل إلى 160.1 حالة جديدة وعدد الحالات النشطة الناس الذين يحملون معهم كورونا هو 283 ألف وخمسمائة هناك قرار لمحكمة بمقاطعة نيدازاكسن أصدقائي كان في صالح أختين من دولة سوريا الشقيقة وتحية إلى كل الإخوة والأخوات من دولة سوريا وإلى كل المتابعين من كل الجنسيات المهم أصدقائي الأختين كانت عندهم بصمة في اليونان جاءوا إلى ألمانيا كانت عندهم بصمة في اليونان وحصروا هناك في اليونان أيضا على لجوء بعد ذلك جاءوا إلى ألمانيا وقدموا لجوءا هنا في ألمانيا مؤسسة البامف رفضت طلبهم وطلبت منهم العودة إلى اليونان بعد ذلك قاموا بطعن ورفع قضية وطعنوا ضد قرار البامف المحكمة الأولى أقرت بحكم البامف ورفضت طلبهم وطلبت من الأختين الرجوع إلى اليونان لكن الأختين لم يستسلموا وأتمموا المشوار وقاموا بطعن في قرار المحكمة ووصل الأمر إلى المحكمة العلية في نيدا زاكسن وهي أعلى محكمة في نيدا زاكسن التي حكمت لصالح الأختين وأمرت بكسر البصمة ومنحهم حق البقاء هنا في ألمانيا لأنها قالت بأن عودتهم إلى اليونان سوف تهددهم بالتشرد ستهددهم بالحاجة ستهددهم بعدم وجود عمل عدم تعلم اللغة وتهددهم بالضياع ولأن الحالة في اليونان حاليا بالنسبة للأجانب غير مطمئنة لذلك طلبت المحكمة بقاءهم بقاء الأختين في ألمانيا هذا تقريبا نفس الحكم الذي كان سابقا قد حكمت به محكمة عليا في مقاطعة شمال الرين فيستفالن التي حكمت أيضا بكسر البصمة لشخصين هناك أيضا كانت عندهم في اليونان وسمحت لهم بالبقاء في ألمانيا لكن ليس هذا هو قرار كل المحاكم هنا في ألمانيا محاكم كثيرة في ألمانيا ومقاطعات كثيرة في ألمانيا ترفض كسر البصمة وتؤيد رجوع الأشخاص الذين عندهم بصمة إلى اليونان حسب تقارير صحفية يوجد هنا في ألمانيا تقريبا 11 ألف شخص حاصلين على إقامة في اليونان وجاءوا إلى ألمانيا وطلبوا هنا لجوء ملفاتهم للأسف متوقفة منذ مدة وقد أعلنت أيضا منذ مدة مؤسسة البنف على أنها لن تنظر الآن في الملفات الجديدة يعني قالت البنف بأن الأشخاص الذين يأتون الآن من اليونان وعندهم إقامة في اليونان سيتم تجميد ملفاتهم ولن ينظر فيهم أصدقائي وهذا يمكن أن يؤخر سنوات أو أشهر متعددة الجواب بالنسبة لعدد كبير من الناس نصيحتي لكم دائما هي دائما التشاور مع محامي في هذا الأمر أصدقائي نمر الآن إلى موضوع آخر يهم الإخوة العراقيين الكرام وتحية أيضا إلى كل الإخوة والأخوات من العراق أصدقائي وأيضا إلى كل الجنسيات الجالية العراقية في ألمانيا تقوم بمظاهرة أمام البنف نعم أصدقائي رسلني مجموعة كبيرة من الأصدقاء العراقيين الكرام وشكرا على المراسلة وشكرا أيضا على الصور التي أرسلتم لي وشكرا على التقة أيضا التي وضعتمها في وأرسلتم لي هذه الصور وأخبرتني بهذا الخبر قال لي الإخوة بأنهم يوم 16-04-2021 قاموا بمظاهرة كما تلاحظون بالصور منظمة مظاهرة حصلوا فيها على تصريح أصدقائي من عند ألمانيا عملوها في نيرنبيرغ أمام البنف وكان عنوان المظاهرة هي نحن لسنا لاجئين اقتصاديين ويقولون ويطالبون بحق العمل حق الدراسة حق التعلم ويقولون بأن العراق غير آمن ويقولون بأن قدومهم إلى ألمانيا ليس من أجل أمور اقتصادية فهم ليسوا لاجئين اقتصاديين يقولون بأن العراق يعد من أغنى الدول في العالم وهذا شيء طبيعي ومعروف للكل ما شاء الله طورة نفطية كبيرة في العراق وطورة لناس اجتماعية وفكرية من عند شعب العراق أصدقائي ولا يمكن أيضا إنكاروا هذا الأمر لكن يقولون بأن للأسف بسبب الوضع الأمن الغير مستقر لذلك جاءوا إلى ألمانيا وإلى أوروبا طلبا للأمن والأمان وهم ليسوا لاجئين اقتصاديين لذلك قاموا بهذه الوقفة التظاهرية المنظمة والمحترمة والمرخص لها وهذا ما نريده نريد أن يكون كل شيء مرخص له أصدقائي قاموا بها أمام البنف ونتمنى أن يصل صوتهم أكثر وأكثر إلى الأحزاب الألمانية وإلى مؤسسات مساعدة الأجانب واللاجئين وشكرا لكل من تواصل معي ودوري هنا دائما أن أوصل صوتكم إخواني أخواتي الآن سنمر إلى موضوع آخر حضر الأطباء في ألمانيا من أن الموجة الثالثة لكورونا ممكن أن تطول وهذا الأمر سوف يزيد من تعقيد الأمور بالمستشفيات الألمانية وسوف يؤدي بعدد كبير من المستشفيات إلى تأجيل العمليات الجراحية لأسابيع أو حتى لشهور لأن كثير من المستشفيات في ألمانيا ما زالت تحجيز أسرتها إلى مرضى كورونا وأقسامها أيضا يعالجون فيها بكثرة مرضى كورونا لذلك ستقوم المستشفيات بتأجيل بعض العمليات الجراحية لأمراض أخرى هذا الأمر سيزيد أيضا ضغوط كبيرة على المرضى الذين ينتظرون موعدا لعملية جراحية منذ مدة لكن بسبب طول الموجة الثالثة يهدد الأطباء بأنهم سيكونون مضطرين مجددا إلى تأجيل بعض العمليات الجراحية ويطلبون تدخل السياسة بسرعة من أجل القضاء على الموجة الثالثة آخر موضوع أصدقائي بسبب رغبة حلف الناطو سحب جيوشه من أفغانستان نعرف بأنه في أفغانستان منذ سنة 2001 يوجد هناك جيوش من دول متعددة من حلف الناطو الآن قرروا الخروج من أفغانستان وسحب الجيوش أمريكا قررت ومجموعة من الدول أخرى قررت وألمانيا أيضا الجيش الألماني أيضا سوف يخرج هذه السنة ويغادر أفغانستان لذلك طالبت مؤسسة بخوازيل هي مؤسسة هيئة الدفاع على حقوق اللاجئين في ألمانيا طالبت بوقف نهائي لترحيل أي لاجئ أفغاني إلى أفغانستان لأنه بسبب خروج الجيش الألماني وخروج مجموعة كبيرة من الجيوش مجموعة كبيرة من المناطق التي كانت تتواجد فيها قواعد عسكرية للجيش الألماني أو الجيوش من حلف الناطو الأجنبية من حلف الناطو إلى آخره سوف يمكن أن تتعرض تلك المناطق أيضا إلى سيطرة جماعة طالبان وهذا سوف يهدد الناس الذين يرحلون إلى أفغانستان وتقول هيئة الدفاع على حقوق اللاجئين بخوازول بأن ترحيل أي لاجئ من ألمانيا إلى أفغانستان سوف يهدد حياته لذلك تطالب بتوقيف ترحيل أي شخص إلى أفغانستان وتطالب من وزراء الداخلية للمقاطعات الألمانية الستة عشر ووزير الداخلية للحكومة الاتحادية السيد زيهوفة الذين سوف يجتمعون في الشهر السادس تطلب منهم النظر في هذا الأمر ووقف الترحيل إلى أفغانستان أصدقائي كانت هذه أهم أخبار ألمانيا شكرا لكم شكرا لكل من تابع الفيديو للأخير شكرا لك أخي شكرا لك أختي لقد شاهدتم الفيديو ما شاء الله عليكم أتبتتم بأنكم فعلا محب الأخبار والمعرفة شكرا لكل من يدعم هذه القناة بارك الله فيكم شكرا لكم والسلام عليكم إلى اللقاء